بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سنتكلم بإذن الله عن صفة العمرة بالنسبة لوضعهم الآن هنا في المدينة نتكلم عن وضعهم الآن في المدينة نعم أنت الآن في الفندق هنا في المدينة تقتسم وتلبس الإزار والرجاء الإحرام لكن لا تلبي لا تدخل في النسك إلا عند الميقات فقط استعداد من الفندق نعم أفضل لأنه الآن عند الميقات قد يكون زحام تضيع النقود أو الملابس أحسن استعداد يكون من الفندق لكن لا تنوي الدخول في النسك إلا في الميقات نعم إذا وصلوا إلى الميقات هناك تحرم تدخل في النسك تلبين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قبل الدخول في النسك السنة أنت تطيب في بدنك لا في الإحرام هذا الرجال لننسا لكن إذا لب عند الميقات نوا ودخل في النسك لا يستطيع أن يتطيب لا يقص الأضافر ولا يحرق الشعب يقص الأضافر الثوب نعم. يحرم عليه الصيد الحيوان يعني. يحرم عليه عقد النكاح لعني لا يكون زوج ولا زوجة ولا ولي. نعم يحرم عليه الجماع وكذلك مقدمات الجماع كالتقبيل نعم. تزيد المرأة انها لا تنتقي بعيمات الشركة. لا تنبس القفازين. كل ما يمشي تمشي الحافلة الى مكة يتذكر اقباله الى مكة يلبي لبيك اللهم لبيك. نعم يضع الغرار في الفندق ثم يمشي الى العمراء. أول ما يبدأ يأتي عند الحجر الأسوأ بسم الله الله أكبر ويجعل البيت عن يساري يجعل الكعبة البيت عن يساري يضع ضرف الردة تحت إبطه الأيمن وسط وطرافه هنا من كبير الأيمن يجعل لك أن يجعل الكعبة البيت عن يساري أن يجعل الكعبة البيت عن يساري ويجعل الكعبة البيت عن تأتي فقط في الطواب. كشف الكتف الأيمن فقط يكون في الطواب. وفي الأشواط الثلاثة الأولى يرمل أكثر من المشي قليل ودون الهرولة. نعم. إن استطاع. من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود هذا الشوق. لكن قبل أن يصل الحجر الأسود عند الركن اليماني يستحب أن يقرأ هذه الآية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار. ما يزيد عليها. نعم. في الطواب يكثر من ذكر الله من قراءة القرآن من الاستغفار من الدعاء نعم. نعم. لا يوجد دعاء مخصص للشوط الأول الشوط الثاني هذا لا يوجد نعم. نعم. يكبر بسم الله الله أكبر. نعم. بسم الله الله أكبر. الشوط الثالث الرابع حتى يصل إلى السابع السابع لا يكبر هنا. نعم. ينتهي. الرابع يغطي الكتف. نعم. لا يوجد المنزل يخرج قليلا عن الطواب. يجعل البيت أمامه لكن يرجع عن مكان طواب الناس ويصلي ركعتين سنة الطواب. سنة يقرى فيه الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون سنة يقرى فيه الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون هذا السنة إذا ما استطاعه لا يحفظ لا إشكال بعد هذا يمشي خلاص ينتهى الطواف الآن يمشي إلى السعي بين الصفا والمروح يبدأ بالصفا نعم الأصل أنه يأتي عند الصفا ويستقبل القبل السنة السنة يقول هنا عند الصفا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده منجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو يرفع عيدين يدعو ثم ثاني مرة يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ويدعو أيضا ثم الثالثة أيضا لا إله إلا الله يقول ثم يمشي إلى المروح في تقريبا منتصف الطريق يجد علامات الخضر هذي يسعى فيها سعيا شديدا يجري فيها نعم من الصفة إلى المروح شوط صفة إلى المروح يصنع كما صنع عند الصفة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو ثم يُهلل ثاني مرة ثم يهلل ثاني ثم يمشي إلى أصبا من الماروى الى الصفا هذا الشط الثاني الان نعم يصنع كما صنع هنا يصنع هنا نعم حتى يصل الشوط السابع لابد يكون عند الماروى نهاية السعي لا يلوف حول الدائرة التي في الصفا وفي الماروى لا مجرد ينتهي حد العربات قبل الدائرة يلوف ويرجع نعم إذا انتهى في الماروى خلاص انتهت العمر الان يبقى عليه يحلق أو يقصر نعم نعم والمرأة تقصر تجمع شعرها في آخر رأسها وتأخذ قدر انملة هكذا تقصر المرأة نعم نعم يكثر من الدعاء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن في الطواف وفي السعي لا يشتغل بالجوال بالحديث بالنظر نعم الوضع داعات على نهاية الدريقة الشيخ بن عثيمين يقول الشيخ بن عثيمين من كانت حاله مثل حال هؤلاء أنه لا يستطيع يأتي إلى هذي البلاد إلا يعني صعب جدا بعد أن ينتهي من عمرتي عن نفسي هو يريد مثلا يأخذ عن جدتي التي لم تعتمر ولا عن أبي ولا عن أمي نعم يقول الشيخ بن عديمير رحمة الله تعالى في هذه الحالة يصح يخرج إلى الحل أقرب الحل الآن تقريبا مسد عائشة التنعيم يحرم من هناك ويأتي بعمره نعم نعم إذا مثلا يريد يعتمر عن جدتي عن أمي لكن لا يعتمر عن نفسي خلاص الآن كل ما يجد فراقل يطوف أو 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 في نعمة كبيرة عندما جئتم الى مكة والمدينة. ما جئت هنا من اجل الاسواق. ولا المطاعم. ولا زيارة الاصدار. تحرس كل الوقت تقضي في المسجد الحرام تصلي او تطوف. في المسجد النبوي تصلي قدر ما تستطيع. لا يشغلك الشيطان عن العبادة عن الطاعم. تصلي الاصدارات عن الطاعم. لا يشغلك الشيطان عن الطاعم. لا تشغل الدماء. لا تحضر الرئيسي.